لم يصدق المراسلون الصحفيون الذين أمنوا تغطية التطورات الأخيرة في المنطقة العزلة من الجرجرات بعد التدخل الحازم للقوات المسلحة الملكية عينهم وهم يقلبون مخلفات الخيام التي أحرقها عناصر ميليشيات البوليساريو قبل أن يطلقوا أقدامهم للريح فراراً في عرض الصحراء وبالفعل فإن العديد من الأشياء والأدوات التي تم العثور عليها في عين المكان تثير أسئلة مشروعة حول طبيعة بعثة الانفصاليين ونواياهم السيئة فقد خلف قطاع الطرق بالمعنى الحقيقي للكلمة بتعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وراءهم مصبرات سمك وعلب حليب وتمر وأكياس عدس وقوارير مشروبات غزية وأدوية وأواني وعلب سجائر وأجهزة تلفزيون إلى جانب فؤوس وعصي حديدية ولوحات ترقيم جزائرية وغيرها هذه المؤنو والمعدات اللوجستية تفضح مزاعم الطابع المدني والعفوي لهذا المخيم ذلك أنه وحدها منظمة عسكرية هي التي بإمكانها نقل هذا الحجم الكبير من اللوجستيك على بعد أكثر من ألف كيلومتر من مخيمات تندوف وتثبيتها وسط الصحراء وقد كان من الطبيعي أن يكون مصدر معظم هذه المنتجات من الجزائر باعتبار أن الراعي الرئيسي لحرب الأشقاء ضد المغرب ليس سوى هذا البلد الذي لا يجد غضادة في التعبير عن حلم يراوده بتطويق المغربي وعزله عن إفريقيا جنوب الصحراء منتجات أخرى تم العثور عليها في الموقع نفسه مصنوعة بأوروبا وتم إرسالها إلى مخيمات تندوف من قبل برنامج الغذاء العالمي وهو ما يطرح مرة أخرى السؤال المشروع حول الاستخدام والوجهة النهائية للمساعدة الإنسانية الدولية وفي واقع الأمر فإن المغرب ومنذ البداية حذر منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي من الطبيعة العسكرية لهذه البعثة الانتحارية لما يسمى بالبوليساريو لأن الرجال والنساء الذين كانوا في عين المكان لم يقطعوا مئات الكيلومترات في عرض الصحراء بمحض إرادتهم دون إشراف ميليشيات الانفصاليين ودون مباركة الجزائر خرائط حقول الألغام التي عثر عليها بدورها وسط الخيام المحروقة تكشف أيضا تورط الميليشيات في تنظيم هذا التسلل إلى المنطقة العزلة في تحدي سافر للقانون الدولي وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار هذه المعدات اللوجستية التي تمت تعبئتها تثبت أن الستين شخصا الذين احتلوا المكان في البداية كانوا يبيتون النية للبقاء لأطول فترة ممكنة على أن تنضم إليهم لاحقا مجموعات أخرى وذلك بهدف إقامة مخيم كبير كمخيم جديميزيك سيء الذكر بالقرب من العيون والأمر يتعلق هنا بكل اختصار بدروع بشرية أراد الانفصاليون توظيفها في هذه الحملة الجديدة التي تستهدف المغرب دون أن يضعوا في حسبانهم رد الفعل السريع للمملكة التي قضت في المهدي على هذا المشروع الخبيث ضد أمنها ووحدتها الترابية فبعد أن أعطت فرصة للديبلوماسية وتحلت بالكثير من ضبط النفس قررت المملكة إزاحة قطاع الطرق الذين بثوا الرعب في المنطقة العازلة بعدما تهجموا على الشاحنات واعتدوا على سائقيها واستفزوا عناصر بعثة الأمم المتحدة المينورسو فقد كان يوم الثالث عشر من وامبر الجاري حاسما في هذه المعركة ضد ثنائي الجزائر والبوليزاريو ذلك أن المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته وسوى المشكلة بصفة نهائية كما أعاد انسيابية الأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريتش ويظل المغرب القوي بالدعم العربي والأفريقي والدولي والمتشبث بوقف إطلاق النار عازما تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار حق الدفاع المشروع على أي تهديد يستهدف أمنه وتمأنينة مواطنيها ترجمة نانسي قنقر